وصف معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الفقيد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رحمه الله بأنه كانت ترجمان الأمين لكل السمات والمبادئ والقيم التي يمتاز بها المجتمع البحريني وشيرا إلى أن الفقيد كان المؤتمن على رؤية ورسالة صاحب الجلال الملك المعظم يده الله ورعاه في نشر السلام والمحبة والتسامح في دول العالم كافة نعم جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في أمسية الوفاء لمعالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رحمه الله والتي أقامها نادي الخرجين مساء أمس وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الحديث عن الفقيد الدكتور الشيخ خالد ليس حديثا عن شخصية اعتيادية أو عابرة بل عن شخصية استثنائية ومتفردة في الخصال والطبائع فهو الأخ والصديق والمفكر والأديب والأكاديمي والباحث وقبل ذلك قامة وطنية جامعة واعتبر معالي رئيس مجلس الشورى أن الشيخ خالد رحمه الله شخصية نادرة زرع محبته بين الجميع وذلك لنواياه الحسنة وروحه الطيبة ومشاعره النقية ومبادراته الثرية فهو لم يركن إلى الراحة وكان شعلة من النشاط والعزيمة والإرادة وكلما أنجز مشروعا أو مبادرة أو برنامجا كانت نقطة النهاية هي نواة البداية لمشروع آخر وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن من الصدف المؤثرة أن يكون يوم وفاته هو اليوم ذاته الذي دشن فيه إعلان مملكة البحرين في أوروبا الذي يدعو إلى السلام والحوار والتعايش السلمي حيث كان الفقيد رحمه الله جزءا أساسيا في صوغ الإعلان والدعوة به إلى السلام العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر